السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قاوة جرنان تحية لكل متابعي هذا البرنامج رمضان كريم نوام الصحة والعافية والمغفرة إن شاء الله الصحافة الوطنية اليوم الخميس الثلاثين من شهر يجوان تحدثت عن تفجيرات تركيا تفجيرات مطار آتاتيرك الذي خلفت الحصيلة إلى حد الآن في 41 قتل وأزيد من 260 جريح حيث قالت الصحافة الوطنية أن الجزائر أدانت بقوة على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف الاحتداء الإرهابي الذي استهدف مطار آتاتيرك بإسطنبول محتبرة أن التصعيد الإرهابي في تركيا وغيرها يستوقف المجموعة الدولية حول الضرورة العاجلة لتنسيق الجهود من أجل مكافحة الإرهاب وأوضح بن علي شريف أن الجزائر تدين بقوة الهجومات الإرهابية الثلاث التي استهدفت مطار إسطنبول وقال نتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا ونعرب عن تضامننا لشعب وحكومة تركيا وللبلد التي فقدت مواطنين أبرياء جراء هذا الهجوم الشنيع وقالت الصحافة أيضا أن المدعو بالحسوس خالد ومن موليد السادس جوان 1994 بتيارت أصيب بجروح خفيفة في هذا الاحتداء الإرهابي الذي استهدف مطار آتاتيرك بمدينة إسطنبول وضيفت أنه تم نقله إلى مستشفى باكسيلار بإسطنبول وتلقى زيارات من أعوان القنصلية الجزائرية في تركيا في الذكرى الرابعة والعشرين لاغتيال ستيب الوطن الرئيس الراحل محمد بوذياف نظم اليوم أفراد من عائلة الرئيس الراحل بوذياف ورفاقه ومحبيه وقفت طرحهم على روحها الطهرة بمقبرة العالية وطلب نجل الرئيس بوذياف ناصر بوذياف من الرئيس عبد العزيز بودفليقة طلبه بفتح تحقيق جديد بعد توفر أدلة قالت الصحافة يمكن أدلة جديدة قالت يمكن أن تكشف ملابسات الجريمة التي أودت بحياة أحد رموز الثورة الجزائرية وقرأ المجتمعون فاتحة الكتاب على روح الفقيد بحضور ابن الراحل بوذياف وجمع من رفاقه المجاهدين وممثلين عن المجتمع المدني مسألة أخرى تحدثت فيها الصحافة الوطنية والقانون 1508 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمان إنجازها تشرع وزارة السكن والعمران بداية من شهر أوت المقبل في اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين للقانون تتضمن حرمان أصحاب السكنات المعنية غير المطابقة من باعها أو تأجيرها أو استغلالها تجاريا وذلك بموجب تعليمة مشتركة صادرة عن ثلاث قطاعات وزارية هذا القانون آخر أجل كانت قدمته وزارة السكن هي الفاتح من أوت يخص مطابقة البنايات واستكمالها لأنه في الجزائر الكثير يعرف هذا الأمر أنه كل البنايات تقريبا بالأجور لون أحمر وهو ما يشوه خاصة المدن والأحياء الكبرى إلى جريدة النهار جريدة النهار اليوم الخميس الثلاثين من أجوان هذا عنوانها الرئيسي النهار قلت مجزرة في تركيا بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل النهار قلت أدانة الجزائر بقوة على لساني الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتيرك بإسطنبول معتبرة أن التصعيد الإرهابي في تركيا وغيرها يستوقف الآن مجموعة دولية حول الضرورة العاجلة لتنسيق الجهود من أجل مكافحة الإرهاب وقالت أن الهجوم الإرهابي على مطار أتاتيرك خلف 41 قتيل و239 جريح حسب الحصيلة الأولية التي قدمتها السلطات الأمنية في تركيا وقالت نفذ الهجوم ثلاثة انتحاريين بأحزي مناسفة وذلك بحضيرة سيارات المطار قبل الدخول إلى البهو أين تسير معلومات أن الشرطة التركية تفطنت لأحدهم وأطلقات النار عليه قبل أن يفجر نفسها 10 ألاف مليار يضخوها أصحاب الشكارة في خزينة الكازنوس النهار قلت تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعمال غير الأجراء كازنوس من تحصيل 6400 مليار سنتيم دفع أصحاب الشكارة الذين كانت عليهم ديون بسبب عدم تزديدهم لاشتراكاتهم السنوية وفي إطار نفس الحصيلة التي تخص تطبيق إجراءات قانون المالية تكميل لسنة 2015 أحفى الصندوق أزيد من 136 ألف تاجر من دفع ما قيمته 500 مليار إلغاء رخص الحافلات العاملة على نفس خطوط المترو والطراموي مستقبلا النهار قلت ستشرع وزارة النقل قريبا في اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة في مجال النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين حيث تأتي هذه الإجراءات المتعلقة بمنع نشاط حافلات النقل الحضري وشبه الحضري في الخطوط التي توجد فيها شبكة المترو والطراموي بعد القرار الأخير التي اتخذها وزير النقل والأشغال العمومية بجمعة طلعي والقاضي بمنح رخص الاستغلال للناقلين الخواص بعد الفوضى وحالة التشبه التي صارت تعرفها العديد من الخطوط خاصة لموجود فيها خطة راموي والمترو الشرع في حجز الدخان وشم المقلدة وست أشهر حبس لمن يبيعها قالت النهار قررت المديرية العامة للضرائب شن حرب ضد كافة الأكشاك وأصحاب الطاولات التجارية التي تسوق السجائر والشم لحجزها وإطلافها ومتابعة بائعها قضائيا كون آخر تقرير الذي بلغها تفيد فيها أن مجملها نسبة 80% من هذه المواد التي تباع في السوق الوطني مقلدة ودخلت التراب الجزائري عن طريق مافيا التهريب إلى جريدة الموعد اليومي الموعد اليومي قالت تغييرات جذرية ستعرفها الباكالوريا بداية من السنة القادمة قالت الموعد اليومي أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن الباكالوريا ستشهد تغييرات جذرية بداية من السنة القادمة كما كشفت أن هذه التغييرات الجوارية والتي ستمضي الوزارة في تكريسها ستمر على ورشة وطنية خلال شهر جوليا القادم كما كشفت الوزيرة أن القطاع توصل إطرى اجتماع وقد مؤخرا لاتفاق مبدئي مع الشركاء الاجتماعي على تقليص المدة الزمنية التي تجرى فيها الامتحالات من خمسة إلى ثلاثة أيام فيما تم تسجيل اختلاث على عدة نقاط أخرى الأكسيوية تعاهد بضخم 152 مليار دينار في الخزينة العمومية قالت الموعد أعلن رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات تفيق لوراري جمع التزامات كتاب بقيمة إجمالية قدرت ب152 مليار دينار نحو 1.5 مليار دولار للقرض السند الوطني عقب صهر التعبئة حول هذه العملية التي نظمت من طرف منتدى رؤساء المؤسسات وجرت العملية بحضور وزير المالية قالت الصحيف حجي باب عمي وأيضا الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائرين عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس جبعية البنوك والمؤسسات المالية بؤلم جبار جريدة الصوت الآخر قالت ناصر بوذياف نجل الراحل محمد بوذياف قال أربع جنرالات مسؤولون عن مقتل والدي الصوت الآخر قالت قال ناصر بوذياف نجل رئيس المغدور محمد بوذياف أنه سيعيد فتح ملف مقتل والده أمام القضاء الجزائري وإذا تعذر الأمر فسألجأ قال إلى المحاكمة السويسرية أو الأمريكية لمعاقبة من تورطوا في العملية ومن كانوا وراء التخطيط لاغتياله وذكر المتحدث حصب الصحيفة أسماء أربع جنرالات وهما على التوالي الجنرال المتوفي العربي بالخير الجنرال خالد نزار الفريق محمد مدين المدعو توفيق إضافة إلى الجنرال الراحل إسماعيل العماري وقال أنهم خططوا وأعطوا الأوامر لتصفية أول رئيس للمجلس الأعلى للدولة الطرد من البيت لكل جزائري يضرب زوجته قالت الصوت الآخر وقالت الصوت الآخر أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية للترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي بالمزيد من الإجراءات لمواجهة تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وأوصت اللجنة بإدراج مفهوم الإختصاب وتخفيف شرط التكييف والتفكير في اعتماد أوامر قضائية تتضمن الإبعاد عن المنزل العائلي في حال تسجيل عنف وإلغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح للمختصب بالإفلات من المتبعات في حال زواجه من الضحية جريدة الجزائر الجديدة قالت الرفع من القيمة المالية للمخالفات لحد من حوادث المرور في الجزائر الجزائر الجديدة قالت أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمع طلعي عن إنشاء مؤسسة جزائرية إسبانية متخصصة في تسيير حركة المرور لحل مشكل الازدحام بالعاصمة وأكد من جهة أخرى على رفع القيمة المالية للمخالفات المرورية للحد من إرهاب الطرقات كما أشار أن حوادث المرور تخلف سنويا أكثر من أربعة ألاف قتيل وخمسة وخمسين ألف جريح وتكبد الخزينة العمومية مئة وعشرين مليار دينار سنويا أخبار اليوم عدت للاجتماع الأمني لدى عاقده الرئيس عبد العزيز بوتفليق أول أمس وقالت حالة استنفار لحماية الجزائر قالت أخبار اليوم جاء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق وخصصا للوضع الأمني بجنوب البلاد ليكرس حالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات العلية لحماية الجزائر من مختلف المخاطر والتهديدات التي تتربص بها في ذل وضع إقليمي وعالمي لا يبعث عن الارتياح ويبدو واضحا قالت الصحيفة أن رئيس الجمهورية حريص على تحذير التنفيذيين المكلفين بالمسائل الآنية من مغبت الوقوع في أي تلاخي تحت أي ظرف كام أخبار اليوم قالت استنادا للحسابات الفلكية جمعية البوزجاني قالت عيد الفطر بالجزائر سيكون يوم الأربعاء وقالت أكد رئيس الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني جمال فهيس أن يوم الثلاثاء سيكون ثلاثين رمضان الموافق للخامسة جوليا وستكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في حالة الصحو مما يتيح الفرصة حسبه لهواة الفلك والفضوليين لرصد الهلال بالجزائر مع مراعاة الفروق الزمنية لباقي المناطق وبناء على هذه المعلومات الفلكية سيكون العيد يوم الأربعاء المؤمنة جريدة الشعب خلت النواب يصادقون على مشروعي قانون الانتخابات وهيئة مراقبتها الشعب قالت يصادق اليوم نواب المجلس الشعبية الوطنية على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات وأيضا مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وقالت قانونان يندرجان في إدارة كريس الأحكام الجديدة المتضمنة في دستورة 2016 وقالت قد لقي اهتماما كبيرا قياسا إلى التعديلات المدرجة من قبل النواب التي لا تقل عن الثمانية والتسعين تعديلا وفق ما أكده رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات عمار جلالي المحور اليومي قالت أربعة عشر فندقا لإقامة حجاج الديوان في مكة هذا الموسم المحور اليومي قالت خصص الديوان الوضني لألحج والعمراء أربعة عشر فندقا بمكة المكرمة لإقامة حوالي إثنة عشر ألف حاج جزائري سينتقلون برفقته إلى البقاع المقدسة لأداء هذا هذه المناسك خلال موسم ألفين وستة عشر الموافق لألف واربعمائة وسبعة وثلاثين هجري وقالت سيتم عرض صور الفنادق التي سيقيم فيها الجزائريون في إطار التحضير النفسي لحجاج الميامين خاصة وأن الإقامة كانت تؤرق عددا كبير منه في المحور أيضا المحرر اليومي قالت القرض السندي سيجنب الجزائر ذائقة مالية خلال السنوات القادمة وقالت المحرر يرى الخبير المالي ياسين بوحارة أن الجزائر لا تعيش إطلاقا أزمة أو ذائقة مالية آنية وإنما هي التوقعات بأزمة على المدى المتوسط إن لم تسارع إلى اتخاط إجراءات من أجل تنويع اقتصادها الوطني خارج المحروقات معتبرا أن إطلاق عملية القرض السندي للنمو والاحتماد على الاحتياطات المالية الداخلي أمر منطقي ويهدف إلى إشراك المواطن في النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي سيدخل حيث التطبيق هذا الخالف بجريدة المحرر نختم أخبار صحافة الخميس الثلاثين من شهر أجوان شكرا على الإصغاء والمتابعة